السلام عليكم ورحمة الله معكم عباد غيمينج كومي من فيديو جيد عن سامنة ديسين زي جراند كروس لو خطاي السبعة حبيت بص اليوم احكي لكم عن فيديو اسير اللي هو بالنصف السامنة هلا في نصف السامنة اللي هو نصف نصف الطاقة لما تلعب اي مرحلة راح تعديك نصف الطاقة وين بالمراحل اللي هي بالدنجن الاس بي دنجن اللي كاني نحكي عليها هين اخد هدول اوكي بقى لمن نفوت على الباتل نفوت على الاس بي دنجن اللي هو سبيشال دنجن في اليوم على كل هدول في عليهم خصم بس طبعا الوحيدين اللي عليهم خصم بالاساس اللي هما عليهم السامنة اللي هو هاي الانهانس اللي بتعطيك لفل واللي بتعطيك كتب وهلا احسن طريقة اللي نعملها نلعب الكتب مشان نطور شخصياتنا نعملها لما تبريك هي مثل مثلا قيلة بيطورها راح تحتاج كتب وغير طبعا الايرينجز والشو اسمو والهونز والاس ار ميدلز با الكتب بنجيبها من هون واحسن طريقة نعملها شو هي انو بنصد الاستامنة انفرم عدد كتير 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 كبير من الكتب شان نقدر نبيعه انو احسن طريقة حاليا موجودة هي تبيع الكتب مشان تاخد القولد انو القولد كتير 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 صعب تجيبه بها اللعبة والتريجرات اللي هو السندي اللي فيها قولد اللي بتبيعها عند البيع او المارشنت يعني ما بتجيب لها كتير قولد اما هي طريقة لانو اذا اتفرمتها كتير راح تجيب لها كتير قولد طبعا تيمي متل ما انتو شايفين عبارة عن مارلين الخضره او غوثر و قيلة الاس ار و هاوزر طبعا اهم اتنين عنا بالتيم هو هدول الاتنين بس كمان غوثر ممكن يساعدنا خاصا بالباسف تبعه و معنى اللي نحاطينها مشان ناخد القلتي بسرعة خلينا نشوف قديش راح طبعا ما عندي تايمر لحتقلكم قديش راح تاخد الوقت بقى انتو شوفوا قديش هلا الوقت على الفيديو و لما يخلص قديش الوقت على الفيديو مشان تعرف و هلا هو انا بصراحة بحس انه اقل من ديال مفروض تاخد معي الرن ليش هاد التيم حلوء لانه قيلة الزرقه بتعمل شي اسمه ايجنايت و ايجنايت للكل اه انا مش شغل الاوتو ايجنايت للكل الايجنايت بصير بصير اللي ضدك بياخد دمج اكتر من ضربتك العادية مشان هيك بيموتوا بسرعة يعني بدلا ما ياخدوا لفتين بصير بياخدوا لفة هلا اخينا نشوف شوفوا الاسف هالمرة ما طلع لنا ايجنايت تبع قيلة لو طلع لنا كنا خلصناها بسهولة بس يمكن هلا ان شاء الله هدو الاتناني خلصوها خلصوها الشغل التاني انو راح نفتح الالتي بسرعة مع قيلة ليش انو القيلة الباسف تبعها او اليونيك تبعها كل لفة بتعطيك ايه بتعطيك ايه بس مشكلة انو ما بيعمل دمج كتير مشان هيك بقى ما مات بس هلا شوف معي اتنين التي اللي هو قيلة وهاوزر هو مات المفروض المفروض يعني حفرجيكم هلا واحدة تانية هو المفروض ازا كان ازا طلع لك قيلة بكل لفة كروت لقلها بالالتي تبعها بتقتل الكل شوفوا التي تا اتلت اتلته طبعا هو يعني ممكن يضل باتش بيو شوي بس لما تعمل التي هاوزر بموت مية بالمية مشان هيك يعني احسن تيم هو هاوزر وقيلة مع بعض متل ما انتو شايفين عطاني كتب من الاربع كتب ثلت نجوم وكتاب اربع نجوم خلنا نشوف قديش ممكن نربح من هالعملية طبعا انا صليومين عم فرم يعني مبارح واليوم هلا مو كتير يعني فرمت بس يعني معدل حلو شوفوا عندي من الخمس نجوم بحدود الميتين واربعين كتاب او ميتين وخمسين كتاب حتى الاربع نجوم عندي بحدود الستمية وستمية وثمانين كتاب عندي من الخمس من ثلت نجوم اربعمية اربعمية تمانمية فول الف وميتين طب خلنا نشوف قديش حيعطونا مصاري عشان تعرفوا ازا هي هي الشغلة منيحة ولا لا هي بترويح السمينة كتير شوفوا حبيع واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اثمانية تسعة عشر داش اتناش 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 تش هيجيب ليه ثلاثة مليون هي صار معي ثلاثة مليون زيادة مهل طريقة عم في شغلة في واحد بيقلك شو او في ناس بيقلك انه انت لازم تطورها بعدين تبيعها هادا ديش حقو لما تبيعو ثلاثة الاف ثلاثة الاف انت بدك او لما تطور تعالوا نروح لهنيك لما تطور الكتاب بدك ستة ملي قبلو مشان تطورو يعني شوفوا بدك ستة ملي قبلو مشان تطورو بانا ازا روحت ستة من هدول لاخد واحد من هدول لوو الاربع اربع نجوم خلينشوف اربع نجوم كم حقو اربع نجوم اعتقد حقو اتناشر الف خليني نشوف ايوا هادا هو اتناشر الف يعني ستة اللي كان حقو ثلاثة الاف بيطلع ثمنتاشر الف اذا بعت الثلاثة نجوم اللي هو حقو ثلاثة الاف بقى الاحسن انه تبيع الثلاثة نجوم ما تطورو بعدين تبيعو خلينشوف هلا هادا اتناشر الف هادا كم سعرو ستة وتلاتين الف كمان نفس الشي الفور ستارز بيضل احسن انه حيطيك مصاري اكتر من الفايف ستارز هادا كم هيعطيك 75 الف كمان نفس الشي بالعكس هادا كتير كتير خسران كتير لما تعمله انه ثلاثة من الفايف ستارز اد سعر واحد من الفور ستارز ثلاثة اضعاف عم ترباح لازم متل ما هو متل ما هو الكتاب تطورو متل ما هو تبيعو لا تطورو بعدين تبيعو انه هيك عم تخسروا كتير 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 مصاري بس شو طبعا شو بتعملو دايما بتحاولو على الاقل تخلو اربع او خمس كتب عنكم موجودين بعد ما تبيعو كل شي مشان شو مشان ما كل ما تكون تطورو نشوف انا مسلا شو بعمل خلي عندي خمسة سيكس ستارز وهلا ممكن بيع الباقي كله عادي متفرق معي انه اهم شي عندي سيكس ستارز ونفس الشي بعمل بالاخضر ونفس الشي بعمل بالازرق بس الازرق قول صعبه كتير لسه هلا علينا شان هيك بقى بس خلينا على الاخضر والاحمر طبعا الاحمر حسن شي انه عندك قيلة زرقه بتضرب يعني الاحمر اقوى شان هيك ما بنحطه بالتيب انه الاخضر ممكن ما تقتلهم بضربة واحدة كلياتهم بس وهذا فيديو اليوم بس حبيت يعني فيتكم انه لازم تفرموا الكتب لانه بيعطيكم مصاري وفيكم وهلا احسن طريقة لتفرموا الكتب والشغلة التانية اللي هي الانهانسمنت اللي هي بتعليه الليفل تبعك يعني نشوفوا مسلا انا قديش عندي هلا بس الخيل نقول بيطور سليتر بيطورو شوف تش معي هدول مجمعهم بس مشان شو ما بدي فيني نطور اي شخصية بدي اياها بشان ما افقد يعني ما يكون ما عندي مجال بس وهون باب نكون وصلنا للفيديو تبعنا لا تنسوا طبعا الاشتراك بالقناة وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وطبعا هلا فيه شغلة جديدة سويناها انه صار عندي قناة على الديسكورد بس مشان يعني يكون فيه جروب العرب كله موجودين فيه ولو حبي انتو تركو فيه رح اخلي اللينك بالديسكريبشين وشوفكم على خير مع السلامة